اشتركوا في القناة لعبة كرة القدم أصلاً لكنهم موجودين في المدرجات لأنه شخص عزيز عليهم عزمهم وما حبوا يكسفوا بعض هدول الأشخاص رح يتفرجوا على المباراة باحتبارها مباراة بين فريقين كل واحد منهم بتكون من 11 لاعب وهدول الفريقين بلعبوا ضد بعض وكل فريق منهم بدوا يسجل جول أو أكتر في مرمى الفريق الثاني ورح يضلوا يتفرجوا على المباراة بهاي الطريقة لحد ما تخلص وما رح تفرق معهم نتيجتها وفي منهم أشخاص حيتفرجوا على المباراة بنفس الطريقة لكن رح يبدوا تدريجياً يتفاعلوا مع الأجواء وحماس الجمهور لدرجة أنهم ممكن يلاقوا حالهم بينطوا بصرخوا وبشجعوا فريق بلدهم بحماس وتفاعلوا كبير على الرغم من أنهم اجوا على المباراة مجاملة بس من المؤكد أنهم رح يعيدوا التجربة بسبب الأجواء الحماسية اللي انبسطوا فيها اللي بدي أوصلوا أنه الرابط بين الجمهور وبين مشروعكم الفني مش شرط يكون شيء له علاقة في صلب هذا المشروع الفني الجمهور بتطلع برضو على أشياء تانية مثل الأجواء والحماس في مثالنا السابق وبالتالي إذا أنتوا شايفين أنه في شريحة معينة من الجمهور حابة تتعلم العزف على الكمان بس ممتنعة بسبب صعوبة آلة الكمان هلأ بفهم أنه الموسيقى بشكل عام مهارة صعبة التعلم وآلة الكمان هي الأصعب تعلما بين الآلات الموسيقية التانية وأنا بعرف أكتر من شخص كتير بيحبوا الكمان ونفسهم يتعلموا ويعزفوا عليه بعضهم سمع أنها صعبة فأخذها من أصيرها وقال ما بدي وبعضهم جرب ولما لقى أنه القصة صعبة بطل هون لازم ساحبنا يسهل الموضوع نوعا ما ويقدم التدريب بطريقة مبتكرة وشيقة وممتعة عشان يشجع الأشخاص الممتنعين والمحبطين على التعلم خليني أعطيكم مثال تاني افترضوا أنه بدنا نعمل فعالية موسيقية وبدنا اللي بيحبوا الموسيقى واللي ما بيحبوها يحضروا الفعالية هون منلاقي عوامل مثل وجود الاستمتاع وجود مواقف سيارات توقيت الفعالية التقص إذا كانت فعالية خارجية وعوامل كتير غير هيك بتساعدنا على استقطاب الجمهور سواء اللي بيحبوا الموسيقى أو اللي ما بيحبوها بس بيجوا لأنهم عرفوا أنها مسلية وممتعة ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص اللي هيبين صعوبة الكمان لو وفر صاحبنا لهم أسليب تدريبية مبتكرة وأجواء تدريبية مرحة وممتعة صدقوني رح يختلف الوضع كتير ورح يلاقي كتير من الممتنعين والمحبطين من صعوبة الكمان غيروا رأيهم وهذا طبعا مش بس في الموسيقى كل مشروع فني فيه عوامل غير مباشرة ممكن تحفز الناس أنهم يقبلوا عليه دوروا على هاي العوامل وشاركوها مع جمهوركم المستهدف ولقوني في فيديو جديد